السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم واحد الغضاء لي هو ساهل ضغيك يوجد ما كيحتاش واحد الوقت لي هو كتير غادي تبدي فيه مثلا مع الثناش الجوش كيكون الغضاء كله واجد فوق الطبلة غادي ندير معاكم واحد الروز بطريقة جديدة ما كيناش وغادي ندير معاكم اه اسميتوا هاد الماطيشة ولفلفلتاني بطريقة فن وزوينة وكيشي بنين بزاف وغادي ندير معاكم بالنسبة للوليدات لي ما تياكلوش الحوت وما تيعجبهمش غادي ندير معاكم واحد طريقة لي غادي ياكلوه لي معاكم هاد الحوت وغادي يعجبهم ان شاء الله اه كانت مننا تجيعاتكم باللايك والبرتاج باش تعمل فائدة على الجميع وغادي نمشي وان شاء الله المقدير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة وكنتمنى تفرجوا من الفيديو من اللول حتى للاخر وسبارتاجي والصحابكم والعائلاتكم والحباب ديلكم غادي نبدأوا بأول حاجة اللي هو الحوت عندنا واحد الكيلو دي الحوت دي السرديل دباء الحوت اراها موجود وهاد الحوت الغليد اللي تيكون فيه شحيمة ارا اوميغا ترواء من ذاك الشر فيه منيك تعرفي الحوت را جديد كتشوفي باقي عامر بالقشرة ديالو كيكون واقف واخرى اغلبية كيعرفوا هاد شي ولكن انا كان هادر معا البنات المرتديات تاني فكتعرفيها من الوقفة ديالو من عويناتو صافين زوينين ومن هادلو دينات ديالو حمرين قيين هانتو ما كيما كتشوفو وتا واقف واخر ما تقلبش لهاد البلايس ديالو منيك كي يبال لك واقف وباقي بالقشرة ديالو عارفيها سرديل نادي زوين بززت كلوليدات اللي ما تيقدروش على الحوت هاد الحوت سيرتو لادرتيهم شوي هاكا مع المساير ناتو ذاك شي ما تيقدروش عليه غادي ندير معاكم واحد طريقة وبلازيس وغان شوي فلفران ان شاء الله وبمقادر خفيفة اللي غايعجبوا ليداتكم ان شاء الله انا بزاف انا ولادي كي يبغيو هاد المشوي باش كي يجي خفيف ولكن في نفس الوقت ما عادي يكونوا المساير ناتو ذاك شي ما تيبغيوش او لاش ديناه وقليناه وعمرناه بدكتوم وعمرناه بالربيع وذاك شي تاني عاود كي يجيهم شوي يسقل على المادة هالطريقة اللي غا نعطيكم اليوم زوينا بزاف وخفيفة وغا تعجبوا ليداتكم من الدرجة اللولى المهم كان حيدو ذاك القشارات دياله شدي حوتا مع حوتا وحيدي هادي شتاف اليوتيوب وعجباتني عالطريقة ولتنديره ولقي ثانية عملية عند واحد الاخ اسم دياله تحية من هنا يا يمكن مهدي العيار يمكن تحية لي من هنا يا صافي كان حيدو المسارنات هنتو ما شوفو الحوت كدير تي شقشق من ذاك الشرفاء دابها ديال وقعت دياله تيكون في الصيف تيكون زوين صراحة تيكون موجود كان نغسل هاد الحوت كامل تقنقيه وكان خليه تسقطر غادي نخليه تسقطر هو الاخر اللي غادي نطيبه باش غادي نحطوه سخون ندر واحد الكوكوت اللي كان دير فيها شوية ديال الزيت واحد طريف ديال الزبدة الزبدة اللي بغايد دير هاي ديرها اللي ما بغاش غادي ندير واحد نصف بصلة مقطعة مربعات وشوية الملحة وغادي نشحر واحد طريقة زوين غادي نعجبكم واحد العود ديال القرفة مني غادي تشحر لي ديالك البصيلة غادي ندير خيز زوية وحدة محكوكة بحالة الشكل غادي نديها ونجيبها او من بعد غادي ندير جوج ديال كيسان ديال الروز جوج ديال كيسان ديال العنبة ديال الروز خيز زوية وحدة نصف بصلة وعندي نصف كاس ديال الزبدة اللي كيتتغسل مزين 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 غادي نشحره مشي شوية سا في هاد الوقيتة كنكون مجدق المغليان عندي جوج كيسان ديال الروز غادي ندير دائما القاعدة جوج كيسان ديال الروز غادي ندير معه مربعات الكيسان ديال الماء يكون طيب وغادي نقول لكم إلا بغيتو هاد الروز حلو هو را تيجي حلو ومالح بغيتو حلو غادي تديرو في دبو حطوبة ديال السكر بغيتو تخليه مالح بحالي درتلي انا خليه انا بعد النواس كنديرو حلو حلو تيجي خطير سا في درت القياس ديالي ديال الماء كنخلي البوطة نار متوسطة كي يبدأ يغلى غادي نخفف النار تماما انا بالنسبة لي اليوم الروز صديت عليه خليته تقريبا من 15 دقيقة تقدرو على حسب الروز ديالكم من 15 دقيقة تلعشرين دقيقة الروز هاكا كي نشوف ما كتبقى في قطرة ديال الماء وكيجي مفرق حبة حدا خوتها وما كيتعجن ما كيلسق ما كيتراليه تشي حاجة سدوا الكوكوت ديالكم مني غادي تبدأ تصفر غادي تحسبولي من 15 دقيقة تلعشرين انا خليته بالضبط 15 دقيقة فقط سافي وغادي نقدموه من قوش لكم كي تيجي را كيف ما درتو لي لا درتوه بالسقار حلو را كيجي خطير انا درتو على حسب الراجل ديالي ما تيبغيش سقار ولكن لا درتو في واحد طويبا دير سقار را غيجيكم خطير ولكن تبلا سقار را تيجي بنين سافي كنسر بيه في الطبيصلات على هاتشكل كيجي حباء لاخوتها ورا ساهل شيد الغداء ما غا تحتاجيش بقاي ساهل هادا وو الغداء صيفي ديال بالصح سافي القياس اللي اعطيتكم خرجوا لي خمسة ديال الطبيصلات شوفوا كيدي الروز هندوزو الوصفة الثانية عدنا جوج فلفلات اللي شدي سوم قسم سوم على جوج كنشد تقريبا واحد اربع كاز ديال الزيت اللي كنديرو في الطنجرة وغادي نستفديك الفلفلات ديالي على الظهر ديالها ورش فيها وحد قليل ديال الملحة وغا نسد عليها الكوكوت ونخليها تكتقلة نخليها تتقلها انتم ما غادي تشوفها كيف دير ما نقول لكم هاد الوصفة إلا جربتوها الإدمان إدمان توليه مدمنين عليها سديت عليها تقريبا خمسة خمسة ديال دقيق شوفوا النتيجة والأرواع غا نحيدها جاتني سخونة غا نحطها كلها في التبصيل ونحيد لها القشيرة ديالها جاتني سخونة وما قدرت شايلها غادي نحطها كاملة وغادي نقشرها ورجع نكملو القسطة ديالنا كناخدو تقريبا واحد ثلاثة الحبات ديال الماضيشة مقطعين بالقشرة ديالهم ما كنضيفو لما لوالو كنديوها تايا كنرجعها فوق البوطة كنسد عليها واحد سدة خفيفة غادي ندير واحد ضمتي ديال التومة ويمكن لكم واحد رشة ديال البزار يمكن لكم تديروا التومة صحيحة لكانت عندكم صافوا غادي نخلطها مزيان وغادي نديها فوق النار تهيئ كذلك وحد خمسة ديال الدقيق ورا هي موجودة غا ندوزل السرديل السرديل در التوابل ديال التقيدة ديال السامك ما عندكمش ملحة زعتر فقط الملحة زعتر ملحو وخلطوه مزيان وديروا واحد الورقة ديال الزبدة الفران كيكون مسخون على درجة الحرارة عالية هاد الحوت بالضبط السرديل كيبغي الدرجة عالية شعلوه الفوق والتحت ودخلوه باش ماينشفش من الماء وخرجوه تقريبا وحد خمسة ستاشر دقيقة او عشرين دقيقة درتوا في الفران وغادي نوريكم هاد الشليدة اللي درت لي هي خفيفة كل شي كي عرفها ولكن مني وريتكم الفيديو غادي نوريكم كل شي باش بالنسبة البنيات لي يلا باديين ما عارفينش هتشوفو هاد شي راه ساهل ما كينت مسهل منو عندي جيش حبة ديال ماطيشة وعندي نصخيارة وشوية البصلة غا نضيف شوية الملحة وشوية ديال اللي بزار وشوية ديال زيت زيتون يمكن لكم تديرو الخل انا ما باش ندير الخل صافي وغادي نخلط هاد الشي خفيفة دريف مكين فيه لا الا ولا حتى صافي غادي نخلط وغا نجيب الطبيسلات اما تغطيه وديروه في بلاجة انا راب كل شي حطيته في مرة واحدة نجيب الثلاثناش الجوج كل شي موجود صافي حطيت ثلاثة طبيسلات احنا ثلاثة شوفو كي جات ولا ارواح بلا ما نقول لكم اتشي حاجة شو المميطشة كي جات زوينة زوينة بززاف غادي نحطها في الطباصل عندنا ثلاثة طبيسلات غادي نحطها جات معيس لو بنينة ما بقعتش حسة ما بقعش نفليف لراحيت من القشرة وقطعت على الطول غادي نهزة ونحطها في الواسط شي حاجة اللي بسيطة وسهلة يمكن لكم لك انتو قادي للبحر تديرو هالطريقة ما هي مقلية بالزيس ما تشي حاجة الحوض ديالي ها هو وجد هو مدرش في قطرة وحدة ديال الزيس وربيش هاد اليه هو هاد السردي اللي تيكون غلي تيكون شو يمسح مش حم فيه ولكن شحمة دياله رام زيانة دخلته بقي مشي ناشف وخرجته جام شوي وبنين ومشي رائح اكتر من رائح وبصحة والراحة لهات الشيوات وكان شكركم بزافة للتفاعل ديالكم وعلى لايكات ديالكم وعلى ذلك التعاليق ديالكم لدائما كيفرحوني شكرا اللي جزيكم بخير واستودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم وخليتلكم الراحة وكانت نقطة طبيقاتكم يلا بسلام عليكم اشتركوا في القناة